ماذا ستحدث؟ أنا كي رافر، أنت لديت واحد نعم نحن أحبك ميناج وقد إدراج اسم نيكي ميناج ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا إشاعة مغردة كون ما تقدمه الست نيكي سواء لبس، كلمات أغاني، أسلوب، ركس وأمور أخرى لا يندرج تحت مسمى ترفيه على الإطلاق بل له صفة أخرى لا تستحق الاحترام وكانت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج قد ألغت حفلاً كان مكرراً في 18 يوليو تموز بمدينة جدة السعودية مبررة هذا القرار برغبتها في الإعراب عن دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير وكتبت ميناج بعد التفكير المالي كررت عدم الغناء ضمن مهرجان موسم جدة مع أني أرغب جداً في أن أقدم عرضي إلى المعجبين في السعودية أرى بعد استعلامي أكثر عن الوضع أن من المهم لي أن أعرف بوضوح عن دعمي لحقوق المرأة ومجتمع الميم وحرية التعبير وكان الأعلان عن إقامة تلك الحفلة قد أثار ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة تراوحت بين الترحيب والسخرية كان أبرزها تعليق الأعلامية السعودية لوجين عمران التي تعتبر من أبرز النساء السعوديات المؤثرات على مواكع التواصل الاجتماعي على الرغم من هجوم بعض المتشددين السعوديين عليها باعتبار أنها شيعية من القطيف وكانت عمران قد ردت على هذا الهجوم من قبل من خلال مكابلة مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية مع الآلمية السعودية سارت دندراوي قائلة رغم الإشاعات والإساءات التي تطالك في جنسيتك ومذهبك إلا أنا لم نسمع لك يوماً أنك رديت أو رفعت قضية أنا دائماً أحب أن ترفع وأشوف أنا مضيعة للوقت أني أنا أرد على مثل هذه العقليات ولا بتوضحي أصلاً هذا الموضوع؟ أبداً أن في أشياء تافهة حرم أنك صارت ضيع وقتك فيها في أشياء أهم تفيد نفسك وتفيد اللي حواليك شيء خاص ما رح يفيد الناس أو شيء فيه عنصرية وأنا طبعاً ديني وديني العنصرية كيف ما كانت باللون بالدين بالمذهب بالجنسية بالجنس بالعمر هذا كلها أبتعد عنها تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي السلاح الأبرز للإعلامية السعودية على الرغم من أنها ادخلتها مراراً في مشاكل كانت أبرزها مشكلتها مع الدولة الإماراتية فقد اشتكت لوجين من ارتفاع فاتورة الكهرباء على سناب شات فتعرضت على إسرها إلى هجوم انحاد من الإماراتيين على مواقع التواصل لترد هيئة كهرباء ومياه دبي ببيان رسمي عبر حسابها في تويتر موضحة سبب المشكلة وفي الوقت نفسه مستنكرة لجوء الأعلامية إلى مواقع التواصل وأسلوبها التهكمي محتفظة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على التشهير غير المبرر حسابات لوجين على مواقع التواصل مليئة بصور العائلة الحاكمة الإماراتية وهي تعبر في الفترة الأخيرة عن فخرها بالذي يحصل في السعودية من تغييرات بعد القرارات الأخيرة والتغيرات الأخيرة علي حس نفسي طايرة وصار عندي نافذة الأمل والتفاؤل كبيرة ما لها حدود